هلا عندي انا هذا العجل خلينا نفكر كيف انا بدي ابدأ ارسمه نشوف شو اصلا الشكل الاساسي له اللي هلو تيوب نبدأ نرسم تيوب وبعدها نكمل نروح على ال front view احكي له هون ارسملي تيوب نروح بـ perspective نحط السماكة طيب بعدين بدنا نشغل الـ F4 خلينا نشوف الـ segment الشكل مو ناعم كتير خلينا نزيد شوي عشان ينعم عندي مثلا هيك كويس هاي segment تخليها واحدة بس نزيد شوي السماكة نزيد شوي سماكته تمام هلا حتى انا ابدأ اعدل على الشكل شو بدي اعمل بدي احاوله لـ Bully مثل ما تعودنا هلا لما نلاحظ هون الشكل عندي هاي الجهة نفس هاي الجهة يعني ما بحتاج انا اعمل الجهتين لا بدي اعمل جهة واحدة بعدين اعمله mirror طيب نروح بس لـ top احكيله شي لهادول لانه بدنا نشتغل هون بعدين اعمل mirror delete بس نروح للـ vertex نعمل move نكبره شوي هيكة تمام طيب هلا بتلاحظوا بالشكل هون عندي نفخة كيف انا هاي بدي اسويها محتاج يكون عندي على كاب هاد segment كيف اخدنا امر انه انا ارسم في segment نروح نختار الـ edge نروح على الـ edge نختار هدولا السيجمنت كلهم كيف اختارهم كلهم بدون ما اضغط واحدة واحدة عنا طريقتين يا اما اروح احكيله ring بختار لي اياهم كلهم او اروح اضغط عواحدة اروح عقابلها او بعدها واضغط control و double click بختار لي اياهم كلهم وشو بدي اعمل هلا حتى انا ارسم segment هون هيكة بينهم امر connect اخدنا امر connect برسم لي segment بينهم بحتاج اعمل اتنين احكيله اوكي طيب هلا بس بكل بساطة اعمل move لبرا هيك هيعمل لي النفخة اللي بالعجل مثل هيك طيب هيكة تمام هلا منلاحظ عندي الشكل هون ومن جوه حد شوي كيف انا هلا بدي اناعمه عن طريق امر شو شامفر طيب بدي احددهم كيف نفس ما حكينا control و double click قبلها او بعدها او امسك هاي احكيله loop حكينا انه loop للمسار اللي ورا بعض هيك ورا بعض بختار لي loop اما لما اضغط هيك احكيله ring الرنج بختار لي اللي بهاي الطريقة اللي زي هيك اللي مش متصلين طيب نرجع احكيله هيك اعمل لي loop وبرضو اضغط control بدي احدد هلا اللي جوه control click بعدين احكيله برضو loop هي اخترت اللي جوه واللي برا هلا شو بدي اعمل لهم شامفر اوكي ابدأ بس صار عند الشكل مناعم اروح اضغط على هاي smooth عشان يرجع ابدأ ازيد شوي بالشامفر هيك بدي انا عم لسه ما نعم عندي بدي ازيد السيجمنت من هون اخدنا هيك احكيله اوكي طيب نشوف بس نشيل هايو نصار بها الطريقة اوكي هلا ايش بدنا نعمل نرجع لهون بدنا نعمل هاي الثانيات كيف عن طريق السيجمنت برضو محتاجة ارسم انا هون سيجمنت نفس الطريقة نفس اللي عملنا هون نعمله هون control double click اختار لي اياهم اروح ايش احكيله connect محتاجة برضو تو سيجمنت اوكي طيب هلا انا بدي اعمل هون ثانية طيب كيف بدي اعملها بدي اختار هاد السيجمنت واش اعمله rotate بس امسكو ارفعو هيك او انزلو لتحت بهالطريقة زي هيك هلا صار عندي نفس الشكل اللي هون طيب بس هاد الشكل ما له فيه سمكات فيه inset extrude وinset طيب هلا حتى انا اعمل extrude وinset شو محتاجة محتاجة اختار ال polygon اللي هون طيب كيف اختار ال polygon طريقة سهلة بدون ما امسك واحد 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 اه على جنب طيب بس نروح نشرح شغلة على جنب هيك بسيطة مثلا بدي ارسم انا هاد البوكس احكي له زيد لي السيجمنت بهالطريقة هين اضغط ايوه هيك طيب احول لي اياه لابولي نشوف هلا مثلا انا بالفيرتكس انا مختارة هادا الفيرتكس تمام كيف اختار السيجمنت اللي حواليه بس بدون ما اروح للاج واعود اختارهم بدي اختار السيجمنت المتصلين بهذا الفيرتكس بس بدون ما اروح للاج واعود اختارهم يعني اكون بالفيرتكس واختار اج كيف بس اضغطوا control وروحوا لهون لاج ايش هيصير هاي حدد لي اياهم شوفو طيب بلاش طيب بدي حدد انا هلا البوليغون اللون مش مساعد انه يوضح انت اختار ايش تاني ايوه طيب هلا انا بدي اختار البوليغون اللي متصلين بهدول السيجمنت شو اعمل بس اضغط control واروح لهون بوليغون اختار لي اياهم بدون ما اروح للبوليغون مثلا انا هادا السيجمنت انروح مثلا للاج عندي هادا السيجمنت هادا السيجمنت متصل بهذا الفيس وهادا الفيس بدي اختار البوليغون تعينوا اش اعمل control واروح للبوليغون اختار لي اياهم بدون ما اضطر اروح للبوليغون وقعد اختار هادا وهاد طيب نفس الحال هون نطلع من هادا الشكل ونيجي لهادا ندخل عليه نفس الاشي بدي اختار انا هلا البوليغون بس بدي اروح للاج احكيه له control 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 بدي هاي الجهة بدي هلا يختار لي اياهم كلهم عن طريق امر رنج مثل ما اخدنا طيب هلا بدي اختار البوليغون بس بكل بساطة اضغط control واروح احكي له بوليغون هاي اختار لي اياهم بدون ما اروح للبوليغون وقعد اختار واحد واحد طيب هلا شو بدنا نعمل بدنا نعمل inset طيب حكيانا فيه inset by polygon عشان يعملي انا بدي كل بوليغون يكون فيه inset مش group بروح اضغط على هادا السهم احكي له بوليغون هاي عملي لكل فيس الو inset بس انه نصغر شوي السماكي مثلا نحطها point 2 واكي طيب هلا بدي اعمل extrude نفس الاشي بضغط طبعا مثل ما تعلمنا نضغط على sitting قلي جنب الا extrude احكي له اوكي نصغر شوي بدنا مثلا point 3 هيكه تمام احكي له اوكي هلا عندي هادا الشكل تقريبا صار جاهز شو ضايل اعمل بدنا نروح نحكي له mirror امسك هذا الشكل انتروح عندي هون امر اسمه mirror اضغط عليه هيطلع لي بهذا الشكل هون اول اشي بسألني no clone يعني اذا بدي اعمل mirror لهاد نفسه بدون ما يكون كوبي مثلا هون اختار الاكسيدي اللي بدي اعمل عليه mirror بحكي لهون بدون نسخة مثلا احكي له عملي يا عالواي عملي mirror للشكل نفسه طيب نرجع انا ما بدي اعمل لي mirror للشكل نفسه بدي الشكل الاصل يكون موجود ويعمل لي mirror له اروح احكي له كوبي طبعا هون instance و reference اخدناهم ايش هما ايش بعملوا مبدين انا بدي كوبي اروح احكي له على اي محور بدي mirror على ال y احكي له هون y طيب لسه ما طبق ايش اسوي فيه هون offset ال offset الي هي المسافة انا انا بدي اياه يمشي فيها اضغط ctrl اذا بدي ازيد السرعة بس اذا ما بدي ازيد السرعة هي بدي ازيد لي شوي شوي مثلا هيك وابدأ احطه بالشكل المناسب احكي له اوكي هيو صار عندي جاهز ممكن اعمل له عشان ممكن اعمل له group او attach عشان يصيره مرة واحدة هيك attach خلص هيك تمام وبعدين بلبسه material material لسه ما اخدناه يعني لقداما منشرحهم هيك تقريبا الشكل المهم عندي الاساس يكون جاهز مية بالمية طيب اه مثلا نحكي عن mirror اكتر اه مثلا نرسم هاد التيبوت اروح بدي اعمل له mirror من هون mirror تمام نفس الاشي هون مثلا نو بدون نسخه مثلا بدي اعمل mirror للشكل الاصلي نفسه بحدد هون المحور زي هيك هون الشكل الاصلي نفسه حسب البيبوت هيعمل لي mirror لما احكي له copy مثلا اعمل لي عزد هيعمل لي نسخه له هون لازق فيه مثلا بدي اعمل offset بس ازيد هون المسافه او انا اقصه بهذا الشكل بس هاد هو mirror mirror طب خلينا نحكي اكتر عن mirror mirror احنا حكينا من هون بقدر اطبق هذا الامر على object فهي عندي طريقة تانية بقدر اطبق فيها هذا الامر عن طريق المدفير list انا بقدر اضيفه كمدفير هاي مثلا اخترت mirror هون بختار الاكسز اللي بدي اعمل عليه المرور هون في حال انا عامله الى الشكل الاصلي طب في حال انا بدي اعمل له copy بقدر اضغط مرور على option هون احكي له بدي copy اختار مثلا على z هون المسافه كم بدي اياه تبعد عن الشكل الاصلي مثلا يعني بدي اياه مثلا على y نفس الاشي هون اديه هاد في حال بدي نسخه له ما بدي نسخه عادي بشيله طيب ايش بفرق المرور كمدفير عن المرور اللي هون هلا اللي هون بقدر انا اشيله باي وقت بقدر مثلا هاي اخفيه هو بقدر احذفه يعني مش ملزمة فيه اه طيب نروح لامر تاني اه لا خلي اللي بري نروح لامر تاني اه طيب symmetry symmetry ايش بعمل symmetry نفس امر مرور بس ايش الفرق بينه وبين المرور خلينا نبدأ اول اشي هون بحكيلي اول شي اضغط على symmetry هون اضغط على مرور لما انا هون ابدأ احرك هادا الركتانج الاصفر عبارة عن المراي لما ارفع لفوق هيك كأنه الوبجيك دخل جوا المراي واختفى ارجع انزله رجع لي اياه هون هيك يعني قد ما ابعد انا على المراي حيبعد لي النسخه عنه بهالطريقة مثلا هون الميرور اكسس على اي اكسس بدي اياه بقدر اختار الواي هلأ هوم اختار لهيك زد وواي يعني هيكونه اربع اشكال طيب مثلا بديش الزد خلص هيشيلته مثلا بدي اكس بها الطريقة يعني بختار الاكسس اللي بدي اياه طيب هلأ ايش الفرق بينه وبين الميرور العادي هلأ الميرور العادي حيخليني اياهم تو اوبجيك هلأ هادا مثلا بدي اطلع من الامر شوفوا بدي اعمل select عملي اياهم اوبجيك واحد يعني هاد اوبجيك واحد بس لما اكون مثلا عندي هاد التيبوت واعمله الميرور اللي تعلمنا قبل شوي شوفوا هاد اوبجيك وهاد اوبجيك تمام اما symmetry بعملي اياهم اوبجيك واحد والنسخة هاي عبارة عن نفس الشكل الاصلي طيب في شغلة تانية بتميز هادا الامر مثلا خلينا نحكي ان اربو شوي نختار ميرور بدي اتحكم بالامراية اربو بهالطريقة طيب هلأ في عنده هون امر اسمه weld seam ايش يعني هاد هلأ انا دخلت هدول الشكلين في بعض عملي ايهم weld هلأ المفروض لما انا دخل اي شكلين في بعض هيكون هذا داخل بهذا وهذا داخل بهذا صح بس في حالة symmetry لا حيعملي ايهم weld يعني شوفوا لما انا مثلا احاولوا لبولي واروح للبوليغون بس نشيل هادول الفيسز نشوف ايش فيه جوه شوفوا من جوه فاضي يعني ولا واحد داخل بالتاني خلص عملي trim وعملي ايهم weld لبعض اما في حالة مثلا هادا الشكل الميرور العادي مثلا هادول الشكلين داخلين في بعض طيب بدي احول لهذا لبولي بعدين احكيله مثلا التاتش لهذا شوفوا عادي لما انا احكيله بوليغون واشيل هادول كل واحد داخل بالتاني شوفوا هاي اللي بريء هذا داخل فيه اما في حالة symmetry عبارة عن object واحد وعبارة عن welded الشكل يكون welded في بعضه هلا تتذكروا لما اخدنا الاشكال ال 2d اخدنا كيف ممكن نعمل union او subtraction او intersection للاشكال ال 2d طب بالنسبة للاشكال ال 3d كيف انا ممكن اعمل هاي الاشياء طب انا مثلا لو عندي هذا البوكس وهذا السفير طيب لو بدي انا اقططع هاي الكرة من هذا البوكس ايش اسوي منروح من الاشكال create جيومتري هاي الاشكال الجيومتري هون هون مختارين standard اللي بنشتغل عليهم دايما نضغط على السهم بطلع لي هون اوامر اختاروا compound object بعدين نروحوا على pro boolean هلا عندي هون البرامترز اللي هون اوامر operation عنا union عنا intersection عنا subtraction مبدأ ايا احنا بنا نعمل subtraction لهذا الشكل بدي اطرح هاي الكرة من هذا البوكس بالبداية شو لازم نكون مختارين نطلع بس شوي من الامر نختار الشكل الاساسي اللي بدي اطرح منه هذا الشكل الاساسي بدي اطرح منه هاي الكرة بعدين اروح احكيله pro boolean بختار subtraction بعدين هون بحكيله start picking بضغط عليها بروح اضغط على الكرة اللي بدي اطرحها ايش بسر عندي مكان الكرة بهذا الشكل طيب طيب نطلع على الشكل نضغط عليه بطلع لي هون امر pro boolean على هذا الشكل لما اضغط عليه بطلع لي هون انه مطبق عليه هذا الشكل امر pro boolean لما اضغط على هذا السهم الصغير بطلع لي هذا الامر operance طيب نيجي لهون لهذا البوكس طلع لي انه هذا الشكل عبارة عن بوكس وعبارة اللي هو اليونيون الاساسي بوكس وعندنا السرع subtraction للسفير طيب لما انا هون اضغط على السفير طلع لي move شوفوا لما احرك اش بصير حيبدأ يحرك للسفير المقطوعة منه هاي السفير اللي انا قطعتها هي مش موجودة يعني مقطوعة بس انا بقدر اتحكم بمكان القطع ايش اسوي فيه او وين احطه هاي هي السفير او بهذا الشكل طيب هون البوكس لما اضغط على البوكس بصير شو اتحكم اتحكم في البوكس اعمل move للبوكس يعني اذا بدأ اضبط مكان القطع يعني بقدر اقطعها شوائي بعدين اصير اضبط مكان القطع طيب مثلا نروح نحكي عن اشي تاني عندي هاد وهاد برضو طيب نروح على compound object بختاري الشكل الاساسي بروح احكي له propolion بعدين هلأ ما بدأ اختار subtraction بدأ اختار intersection حكيانا الانترسكشن ايش بختارلي بختارلي بس المنطقة اللي صار فيها القطع وبيحذف باقي الشكل سواء من هون ولا من هون يعني هلأ الكرة هون مقطوعة بالبوكس من هون فهو بس هيختاري منطقة التقاطع للكرة والبوكس بس المنطقة اللي صار فيها تقاطع وبيحذف لي كل الباقي بروح احكي له start picking بختار البوكس شو خلالي بس المكان اللي صار فيه تقاطع هاد بالنسبة للانترسكشن طيب هلأ نروح لاخر اشي اللي هو هادا البوكس برضو بربوليان نختار هلأ union ونبدأ نشتغل عليها اش يعني هاي اللي هو الاتحاد هادول الشكلين بدي اخليهم شكل واحد بختار start picking اضغط على سفير اشتر عندي صار عندي شكل واحد هاي نطلع من الامر شوفوا لما اعمل select عمل لي select عليها كاملة طيب هلأ لو انا عدلت بالبداية على البروبوليان وبعدين بدي ابدأ اعدل على الشكل يعني بدي احاوله لأيدته بالبولي طيب هلأ لما انا احاوله كنبرته لبولي اش هيصير عندي البروبوليان اختفى يعني لو بدي ارجع اعدل على البروبوليان ما رح اقدر لانه خلص رجع للشكل من الصفر يعني هاي بدايته حتكون للشكل هاي لما اروح ال element ال element اختار لي اياهم كلهم انه الشكل صار كله ولدت ببعضه يعني كاني ما طبقت عليه البروبوليان طيب لو انا مثلا محتاج الامر يضل عندي في حال انا مثلا بدي اعدل عليه نرجع مثلا control z لا قبل ما نحاوله طيب لو انا هاد الامر ما بدي ايروح افرض انا بدي اعدل عليه بدي اياه يضل موجود طب شوفي عندي امر تذكروا اخدناه في المحاضرة الماضية بقدر اشتغل عليه اوامر البولي يطلع لي عناصر الوبجيكت بدون ما يروح عندي البروبوليان منروح على المدفيرلست احكيلو edit bully بختارو طلعلي هون الامر وخلالي البروبوليان يعني بقدر اشتغل على edit bully مع هيك وبقدر ارجع اعدل اذا بدي تعديل على البروبوليان بدون ما اعمل له convert يعني لما اعمل له convert لبولي ايش هيصير عندي خلص هيعمل للشكل انه كأنه هلا بدت اشتغل عليه من الصفر يعني بنسى اي اشي عدلت عليه اما لما انا هون احكيلو اجيب له الامر من المدفيرلست عادي رح يترك لي اي اشي عدلت عليه قبل ما احول الشكل وبقدر هون اعدل واشتغل عليه براحتي نجوح لامر تاني محتاجة ارسم plan بهذا الشكل بس شا بدي اعمل بدي ازيد segment بنشغل الفور وابدأ ازيد segment محتاجة عدد يعني كبير مثلا بنحط خمسين بخمسين طيب هلا بنروح نطبق امر على هذا plan اسمه noise هذا noise ايش بعملي بعملي زي wave بتصير هذا plan شكل wave اول شي هون نروح على strength بسألني وين شكل الموج بدك اياه يعني لفوق ولا عمحور ال y ولا على ال x مثلا لو زدنا ال y ايش بصير عندي مثلا شوفوا من هون عشان تبان نزيد اضغط control عشان يزيد اكتر هيبدأ يعني يرفع لي اياها بال x مثل هيك رفع لي اياها بال x مثلا عندي هون ال y ايش هيبدأ يعمل بثني لي اياها على ال y ونفس الاشي ال x بس احنا احتياجنا اكتر ايش وين بكون على الزد فمبدئيا نحطها مثلا 30 طبعا هون القيم اللي انا بحطها لهو ارتفاع الموجة طب بدي ابدأ اكثر اكتر خليها تبان اكتر وين نروح على scale نروح على noise هون scale بقولي ال scale هلا 100 لما انا ابدأ اقلل ايش بصير عندي بيبدأ تزيد الموجات هاي نشوف هيك كل ما قللت ال scale الموجات عددها بزيد هاي قلل اقلل بس لاحظوا كل ما انا زيدتها ايش بصير الموجات قاعدة بتتكسر ايش سبب التكسير اللي صار عندي segment فبهاي بهاي الحال ايش بدي اعمل بدي ارجع ل plan وازيد عدد segment مثلا احكيلو 100 100 100 بتصير انعم شوي هاي شوفو صارت شوي انعم او ممكن ازيد اكتر برضو بتصير انعم وانعم هاي بهالشكل بنشيل بس الافور او مثلا بدي ازيد اكتر برضو يعني كل ما زيدت segment بتصير انعم هاد في حال شو كترت الموجات بس يعني انا ما بحتاج هاد العدد لمي يعني اذا انا بدي ارسم مي ما بحتاج هالقد يكون عندي موجات يعني ال scale بنحتاج انزيده مثلا نبدأ نزيد ال scale نزيد نزيد بها الطريقة نزيد مثلا هيك او اقل شوي هيك يعني منظل نرسم لحتى نشوف البناسبنا مثلا هون ارتفاع الموج عالي ونقلله مثلا نحطه 15 هيك خفيف نزيد هلا الموجات بهالطريقة نشوفو زي هيك تمام يعني حكينا من هون ارتفاع الموجة ادي بدي اياها يعني شوفو مثلا احط 50 الموجة كتير بتعلى ارجع احط مثلا 20 بتصير بها الطريقة اخف كل ما زدت كل ما نقصت scale عدد الموجات بزيد كل ما زدت طب نروح نحكي عن مدفير ثاني مثلا نرسم هيك اصغر بدي ازيد السيجمنت زيد هيك طب هلا نروح مدفير لست احكي لهون بدي امر اسمه تابج شوفو هلا لما اختاروا عندي اول اشي عنا amount شوفو لما ابدأ انا ازيد ال amount اش بصير عندي الفاس اللي فوق قاعد بكبر او بصغر يعني مثل امر outline اللي اخدناه بالبوليغون طب هون curve اش بصير عندي كرما اختار curve ابدأ ازيد الكيرف اش بصير عندي قاعد الكيرف بطلع لبرة طيب اناقص اش بصير الكيرف قاعد بطلع لجوه عندنا هون تابج axis يعني على اي مثلا محور بدي اياه نحط مثلا على ال x مثل هيك او ممكن على y على z مثل مكان الافكت اللي هو بتاع الكيرف مثلا بدي اياه على ال x هون بدي اياه على ال y بها الطريقة نرجع مثلا x و y او اذا بدي سيمتري مثلا مثل هيك طيب خلينا نرجع هلا هون المت هلا شوفوا لي المت ايش هو لما انا هون اضغط على صح المت افكت شوفوا بدي ابدأ ازيد بطلع لي هذا المربع شايفين هذا المربع الورنج ابدأ انزله ايش بصير عندي قاعد برجع لي للشكل الاصلي البوكس يعني هذا الليمت بس مثلا انا بدي الافكت اللي حطيته مثلا لنص هذا البوكس يعني ما بدي اياه لكل الشكل بدي اياه للنص فانا بقدر ابعد اتحكم من وين من هون لوين بدي اياه انا مثلا بدي اياه هيك هذا من فوق بقدر اروع على اللower limit بردو نفس الاشي ابدأ ازيد مثلا ما بدي افكت يكون موجود من تحت ابدأ ازيد فهلا الافكت هون صار عندي بس بالوسط يعني من فوق البوكس العادي ومن تحت نفس الاشي و التأثير اللي انا حطيته صار عندي بس من الوسط يعني هادا الامر بس بتحكم لي انه المكان اللي بدي يكون فيه افكت بقدر اتحكم من فوق و من تحت و اختار وين انا بدي افكت وين انا ما بدي هلا لو انجو على تابر اضغط على السهم اللي جنبه بطلع لي هدول الامرين اروح على قزمه اضغط عليه بعد ما اختاره اروح على موف ابدأ ارفع ايش بعمل لي؟ هاد الامر بتحكم لي بالبيوت تاعت التابر بس هلا انا قعدة بتحكم بالبيوت هاي رفعته يعني الشكل الاساسي لسه موجود ايش بعمل؟ بعمل لي زي امتداد فبروح بيتغير للشكل بعمل لي امتداد للشكل الاساسي هاي شوفوا صار كامتداد اجي انزله مثلا برضو عمل لي الو امتداد يعني هاد بس بتحكم لي في البيوت تاعت التابر